اهلا بحضراتكم ومن هذا الكلام المليء بالحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب سيدنا النبي اتباع طبعا يعني أن تدلل على حبك لسيدنا ان تطيع ان المحبة لمن يحبه نترجم بقى نترجمه ازاي المكان ان نتحقق بها ازاي مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وفي قلوبنا وفي وجداننا و في أرواحنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة في القلوب كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه و لا ينام قلبه و عندما قالت له سيدتنا ما لك تطيل القيام ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال لها سيدنا النبي أفلا أكون عبدا عبدا شكورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا بس و لا ليه شكورا شكور هنا صغط مبالغة على وزن فعول تدل على المبالغة والإكثار والزيادة في شكر الملعم سبحانه وتعالى و الدليل كمان في سورة الإسراء و أتينا موسى الكتاب و أجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلة ذريات من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله 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 فالأنبياء يقتدي بعضهم ببعض وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة هو الأسوة هو المكانة يعلمنا الشكر شكر النعمة الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليك بنعم كثيرة فاشكرها طيب كيف أشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم بأي صنف من الأصناف بأي شكل من الأشكال بأي طريقة من الطرق ممكن عن طريق عمل الخير زي عندنا مثلا وقف النخيل الخيري اللي مؤسسة نبض الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ندد به منذ عامين والحمد لله رب العالمين مؤسسة نبض الحياة بتعمل على أرض الواقع ودي وغدنها الفكرة الجميلة دي من فخامة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أفسح المجال لمؤسسة المجتمع المدني إنها تمدي إيد العون والمساعدة وبدأ بمبادرة 2.5 مليون نخلة والحمد لله رب العالمين يعني ما شاء الله 5 مليون نخلة دلوقتي بإذن الله ده في المشروع الجمهورية الجديدة المبادرة الجديدة فقلنا الله طب ما ناخد الفكرة الجميلة دي بفضل الله سبحانه وتعالى ونحيي فكرة الوقف ومعنى كلمة وقف يا أساس حسن هو حبسه الأصل وتسبيله الثمرة يعني اللي يطلع من النخيل ده يوجه في سبيل الله عز وجل في جميع السبل يوجه بقى في فعل الخيرات في كفالة الأيتام يوجه إلى بناء المساجد يوجه إلى وصالات المياه يوجه إلى حفر الأوبار الارتوازية حفر أوبار تجميع مياه الأمطار محطات التحلية حملة سطرة حملة دفع حملة إكرام حمالات كتيرة جدا 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 بتقوم بها مؤسسة نبض الحياة فكان لازم نفكر في المشروع الجميل ده اللي فيه تنمية مستدامة ليه بقى؟ لأن فيه أغلب الأشهر يا أساس حسن احنا كنا بنحزن ليه؟ لأن أغلب الأشهر ما كانش بيجينا فيها تبرعات احنا عندنا الناس مرتبطة بالمواسم بمواسم الخيرات فتلاقي مثلا فيه رجب يعني هذه المواسم بتتحضم فيها الأجور أيوة طبعا فالإنسان بيحاس حتى يقول لك اطلع زكاتي في رمضان بس أقول لحضرتك حاجة أجمل بقى إن الإنسان زكاتك أو صدقتك والناس فيه غفلة عظيمة جدا 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 لأن جيه رجب طب جيه شهر رجب اللي فيه اللي حجاب والعجب طب شهر رجب الناس كلها مرتبطة بيه فبيتصدقوا فيه طبعا أنت زيك زيهم إنما أنا عايز أكون ديفرنت أكون إنسان مختلف عن الناس أعملي بقى أجع الأوقات للناس في غفلة فيها وأنا لا أذكر ربي عز وجل بعطاء زي عندنا في وقف النخير الخيري وقف النخير الخيري مثل العطاء في أوجه وفي عظمته وده بيدلل على حاجة عظيمة جدا 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 إن احنا بنحيي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما احنا بنحيي مكانته وإحياء مكانته بإحياء سنته إحياء مكانته بإحياء سنته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بس ويغفر لكم ذنوبك والله غفور الرحيم يبقى السر في اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو دلنا على الوقف وما ترك أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقفة إلا أوقف أو وقف في سبيل الله عز وجل زي سيدنا الإمام الكبير عثمان بن عفان رضي الله عنه ده وقف حتى اليوم حتى النهاردة البنك حتى كمان لو حسب في البنك لحد النهاردة يمكن ناس كدير أنا ما أقولهم الموضوع ده سيدنا عثمان لو حسب في البنك حسب في البنك وثلهم أيوة طبعا من الوقف رضي الله عنه وارضاه الحقيقة الكبير الذي تستحي منه الملائك ذن ورين ذن ورين يعني ما شاء الله لم يترك بابا من أبواب عمل الخير إلا وكان له فيه يد سيدنا عثمان بن عفاة طويل جدا جدا والحد النهاردة الثواب بيصل إليه وبيرتفع درجات لأنه بقى يعني مبشر بالجنة طب أنا يعني معلش يا عثمان حسن ما لازم أن واحد يقف مع نفسه كده وقفة برضه يعني سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بشرة بالجنة بعد ما بشر ومن الذي بشرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وذن ورين كل المكانة والعظمة دي كلها وبيعمل وبيعمل خير ما هو لحب برضه مش لازم أن نستعجب كده يا عثمان حسن يعني برغم المكانة والمنزلة اللي هو فيها ديك ومصر أن يعمل خير ويعمل وقفة في سبيل الله عز وجل ويشتري بيئة الرومة ويشتري ده وينفق على أيتام الفقراء رغم أنه بشر طب مين فينا بشر بالجنة مين فينا ضمن الجنة أصل ده سيدنا وبكر الصديق قول لا آمنوا مكر الله ويحدى قدمية في الجنة طب مين فينا بشر بالجنة لا أنا بقول لك هو هو بشر بالجنة وكان بيعمل فما بالك إحنا إحنا مبشرناش يبقى وجب علينا أن نفعل أكثر ونشارك في وقف النخيل الخيري الجميل ده اللي هيعود ريعه علينا على المتبرع اللي هو محتاج في سبيل الله عز وجل هيعود عليه بالنفح والبركة ورحة البال واليسر في كل شيء لأنك أنفقت في سبيل الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى قال وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين فربنا سبحانه وتعالى بيعطيك وزيادة فإحنا في مؤسسة نبض الحياة قلنا لازم أن يا أستاذ حسن لازم أن نحقق للمتبرع أكبر قدر ممكن من الثواب طب من إين قلنا وقف النخيل الخيري اللي هيطلع منه بفضل الله سبحانه وتعالى كمية كبيرة جدا جدا من الطمر المجدول اللي هنبنعمله في الواقع الجديد الطمر المجدول زي ما قال عليه الخبراء احنا معنا طبعا الخبراء على أعلى مستوى وكوادر فنية ممتازة جدا عالميين محمود النجار ده راجل عالمي وله وباع كبير جدا 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 في زراعة النقل على مستوى العالم وبخاصة كمان في أمريكا ومعنا الدكتور باسم بكر في البحوث الزراعية يعني معنا ناس كوادر فنية قالوا أن الإقبال العالمي على الطمر المجدول كبير جدا فحنا عاوزين نحقق اسف فحنا عاوزين نحقق للمتبرع أكبر قدر ممكن من الثواب والأجر فحنا عايزين نقطر لك الكيلو الواحد فيه المجدول بمية وتمانين جنيه يعني شوف بقى بفضل الله سبحانه وتعالى أنت هتعمل كل سنة من الفسيلة اللي أنت هتبرع بها دلوقتي أو بتمنها تمام الفسيلة بتاعتك دي بتمن الفسيلة دي أنت هتقدر على مدار خمس سنين إن شاء الله ما تدي إثمار كامل أو سبع سنين تمام هتقدر بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى لك أجر فين في وصلة مية أجر في بناء مسجد أجر في حفر بير ارتوازية أجر في حفر بقر تجمعية لميها الأمطار أجر في سطرة تستر بلت دي يعني ده كل ده مردود والعائد من هذا الوقف خلونا نطلع فصل ونرجع ونعرف المزيد من التفاصيل خليكم معنا